موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية سهلوا النشرة بأبرز العنوين موسيقى رئيس الوزراء رأسه اجتماعا تشاورية للوقوف أمام التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية موسيقى موسيقى مصر وعدد من عناصر ميليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية خلال المعارك بالجوف موسيقى موسيقى قوات الجيش تشن هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في مران بصعدة صد هجوما بمحافظة الضالع موسيقى وفي الأخبار المحليات تشاهدون موسيقى محافظ عدن يترأس اجتماعا للجنة العدية للإضافة لمناقشة إعداد مصفوفة للاحتياجات الخاصة بالمحافظة موسيقى موسيقى محافظ حضر موت يضع حجر الأساس لمشروع صيانة طريق المدخل القربي لمدينة الموكلة موسيقى موسيقى إلى التفاصيل أهلا بكم مجددا بحث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني مع سفيرة جمهورية ألمانيا للتحادية لدى بلادنا كارولا مولر سبولة عزيزي وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات واستعرض البركاني خلال اللقاء مستجدات الأوضاع والتطورات على الساحة الوطنية معبرا عن تقديره لاهتمام ألمانيا للتحادية ودعمها للشرعية وحرصها على إرساء الأمن والسلام في اليمن والمنطقة مثل من الدعم البناء والحيوي الذي قدمته ألمانيا للتحادية لليمن في شتى المجالات وأشار رئيس مجلس النواب إلى تعنوة الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا لمسار عملية السلام وعدم تنفيذها القرارات الأممية والاتفاقات وأخرها ستوكولم موضحا بأن الهجمات التي تم تنفيذها مؤخرا من قبل ميليشيا الحوثي استهدفت بالأساس الضربة عملية السلام وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وجدد البركان التأكيد على أن شرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية حريصة على تحقيق السلام ودعم الجهود الأممية لإحلال السلام الشامل والعادل منوها بأن مجلس النواب مع إحلال السلام ويعمل بواتيرة عالية من أجل تحقيق ذلك من جانبها عبرت السفرة الألمانية عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مشيرة إلى أن ألمانيا للتحادية تتابع باهتمام الأوضاع في اليمن وتدعم جهود السلام التي تبذل مؤكدة استمرار بلادها في دعم الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية حتى تحقيق السلام مثمنة الدورة الكبيرة التي تقوم به المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس النواب والبرلمان اليمني في دعم مسار عملية السلام رأس الدكتور معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء اجتماعا تشاوريا استثنائيا ضم عددا من الوزراء والمسؤولين وذلك للوقوف أمام تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية بالجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية وتدارس الاجتماع ما أنجزت الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس الجمهورية من الاتزامات والواجبات المسندة إليها بموجب اتفاق الرياض الذي رأته المملكة العربية السعودية الشقيقة منوها بأن عودة رئيس الحكومة وعدد من أعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن وفق ما تم تحديده في الاتفاق وإنجازها للكثير من الملفات يؤكد الحرصة والمصداقية على تنفيذ الاتفاق وبما ينعكس إجابا على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية وقدم رئيس الوزراف الاجتماع تقريرا موجزا عن أبرز ما تم إنجازه في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة على ضوء اتفاق الرياض في جوانب تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات الأساسية وصرف المرتبات والدفع نحو تفعيل عمل مؤسسات الدولة وتنفيذ الإصلاحات في الجانب المالي والاقتصادي وتعزيز النزاهة وجهود مكافحة الفساد مشيرا إلى أن الحكومة ورغم كل التحديات تعاملت بجدية كاملة مع التزاماتها ولم تتهرب من مسؤولياتها الوطنية والتاريخية وسط كل الظروف المعقدة والمعروفة للجميع وجدد الدكتور معين عبد الملكة تأكيد على أن اتفاق الرياض مكسب للدولة والشعب اليمني ولكافة القوى السياسية والاجتماعية وغايته هو توحيد كافة الجهود والقوى داخل بنية الدولة وتحت لوائها وليس هناك من سبيل أمام الجميع إلا إنجاحا لاستكمال إنهاء الانقلاب وإجهاض المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من مليش الحوث الإنقلابية الذي يشكل خطرا على الأمن المحلي والإقليمي والدولي موضحا أن الاتفاق استوعب المصالح المشروعة لجميع القوى ولا مجال لعبث بمضامير الاتفاق خاصة أن بنوده واضحة وقيادة المملكة العربية السعودية التي رعت الاتفاق وتقود تحالف دعم الشرعية تقف وتراقب ومعها المجتمع الدولي والإقليمي للمضي في التنفيذ وشدد رئيس الوزراء على أن المصلحة الوطنية وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن تقتضي الارتقاء إلى مصافي التحديات وتغليب المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن على كل ما عداها من مصالح سياسية أو حزبية أو شخصية وتركيز كل الجهود على استعادة الدولة لافتا إلى ضرورة استمرار وحدة الهدف تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الربو مصور هذه الرئيس الجمهورية حتى استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري الذي يتربص بالوطن ويهدد كينونته ووجوده وثمن عاليا الدورة الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قائدة تحالف دعم الشرعية في اليمن والمتسق مع مبادئ الأخوة والجوار والعلاقات التاريخية ومواقفها المشرفة إلى جانب الدولة والشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال بدءا بالمبادرة الخليجية ومن ثم قيادتها لتحالف من أجل تحرير اليمن من قبضة مليشيات الحوثي الإجرامية المدعومة من إيران ودعمها الاقتصاد السخي الذي منع انهيار العملة والاقتصاد وصولا إلى رعايتها لاتفاق الرياضة وطلع الاجتماع على تقارير عدد من الوزارات حول ما أنجزته من خططها المتصلة بتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات الأساسية خاصة الكهرباء والمياه والصحة وغيرها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والعوائق الماثلة أمامها وأليات تجاوزها وبرامجها للعام الجاري والمقترحات لحج الدعم والتمويل من الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة للمشاريع العاجلة وذات الأولوية وناقش الاجتماع والتطورات في الجانب السياسي على ضوء تحركات الأممية الأخيرة وأبارك بهذا الخصوص التوصل إلى اتفاق مرحلي لإطلاق السراح الأسرة وأهمية تنفيذه في هذه الخطوة الإنسانية دون مماطلة أو تسويف كما هي عادة ميليشيا الحوث الانقلابية منوها بجهود المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصريب الأحمر في التوصل لهذا الاتفاق وأهمية ممارسة المزيد من الضغوط على ميليشيا الحوث لتنفيذ اتفاق السوكولم الذي مر أكثر من عام دون تحقيق أي تقدم في تنفيذه أو الاتزام بهدنة بهدنة وقف اطلاق النار والكف عن العراقيل ونهب المساعدات الإغاثية لتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ قلابها على السلطة الشرعية واطلع الاجتماع على تقريرا حول الأوضاع العسكرية في عدد من الجبهات على ضوء التصعيد الكبير لمليشيا الحوث الانقلابية وحي الصمود البطولية للجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدا أن هذا التصعيد تأكيد على عدم جدية مليشيا الحوث الانقلابية في الوصول إلى حل سياسي وتحدي الإرادة الشعبية والدولية تنفيذا لأجندة داعمها في طهران وشدد الاجتماع على أن استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي وآخرها ما أعلنت البحرية الأمريكية عن ضبط سفينة أسلحة نمثل تدخلا سافرا في الشأن اليمني وانتهاكا لمبدأ استيادة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات صلة بالأزمة اليمنية مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران للحد من سياساتها العدائية المهددة للأمن والسلم وانتهاكاتها الدائمة للقرارات الدولية التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك السفير الأمريكي لدى بلادنا كرستوفر هنزل وناقش معهم السجدات وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطورها والجهود المشتركة لمواجهة مشروع إيران التخريبي في اليمن والمنطقة إضافة إلى القضايا المتصلة بتنفيذ اتفاق الرياض والدعم الأمريكي المساند للحكومة والشعبي اليمني في مختلف الظروف والجوانب واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء جهود الحكومة مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في المجالات الخدمية والاقتصادية وما أنجزته من اتزاماتها في تنفيذ بنود اتفاق الرياض والدعم الدولي المطلوب لمساندة الحكومة والشعب اليمني مؤكدا التزام الحكومة بتوجيه هاتم فخامة رئيس الجمهورية بتنفيذ جميع ما يخصها في الاتفاق والعمل بجدية على تجنيب مؤسسات الدولة من أن تصبح تحت نفوذ أي أطراف خارج سلطة الشرعية وجعلها بعيدة عن مساحات الصراعة ولفت الدكتور معين عبد الملك لما حققت الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تواجدها في عدن بموجب استحقاقات اتفاق الرياض على صعيد تطبيع الأوضاع والتخفيف من القلق الشعبي حيال الجانب الأمني والخدمية والدفع بعجلة التنمية وعودة مؤسسات الدولة للعمل بالإمكانيات والموارد المتاحة معبرا في هذا الصدد على الشكر والتقدير لجهود الأخوية التي يبدلها الأشيق في المملكة العربية السعودية للتوصول الاتفاق والدفع لتنفيذه بهدف توحيد الصف ورص الصفوف لاستعادة الدولة اليمنية وإنهان الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وتطرق رئيس الوزراء لتصايد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية واستمرارها في رفض كل فرص الحل السياسي بتوجيهة من دعميها في طهران التي تحرك أدواتها في المنطقة لتخفيف العزلة الدولية المفروضة عليها مشيرا إلى أن استمرار تهريب النظام الإيراني للأسلحة إلى الميليشيا الحوثية يعد انتهاكا سافرا للقرارات الدولية يحتم ردع هذه التصرفات وفرض عقوبات صارمة على طهران الكف عن تدخلاتها وإصرارها على تصدير الإرهاب والفوضى وأضاف نشيدو بقيام البحرية الأمريكية بضبط سفنة تحمل شحنة أسلحة إيرانية متاجهة إلى ميليشيا الحوثي ما يستدعي إجراءات رادعة ضد تمرد هذا النظام وتدخله في زعزعة استقرار اليمن ويعد تصعيدا إيرانية لتعويض الضغط على أدواتهم إثر مقتل سليماني استمرارا لدور إيران التخريبي لدور إيران التخريبي من جانبها شاد سفر الأمريكي لدى اليمن بجهود الحكومة وما أنجزته خلال الفترة السابقة وفعالياتها في عدن وحتى جميع الأطراف على الدفع بتنفيذ اتفاق رياض باعتباره المدخل لحل الأزمة اليمنية والوصول لسلام دائم وأشار إلى أن احتجاز البحرية الأمريكية لسفينة إسلاحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين يؤكد قلق الإدارة الأمريكية من دور إيران المزعزة لاستقرار اليمن والمنطقة لافتا إلى أن ذلك إضافة إلى كونه مخالفة وانتهاكا للقرارات الأممية فإنه يكشف دور إيران الخارجي وسعيها في تقويض أمن اليمن وأكد السفير هنزل حرص الولايات المتحدة الأمريكية كل الحرص على إيقاف الدعم الإيراني للحوثيين مجددا دعم بلاده للشرعية ولإحلال السلام في اليمن ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع السفير الرسيلة دا اليمن فلاديمير دشكين العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والأوضاع المسجدات على الساحة الوطنية ومنها ما يتصل باستمرار التصعيد الحوثي وتحدي الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وبحث اللقاء ما أنجزت الحكومة من تنفيذ التزاماتها في اتفاق رياض الذي رعته المملكة العربية السعودية والدعم الدولي لتنفيذ الاتفاق وإسناد جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات في المناطق المحررة وأكدها رئيس الوزراء خلال اللقاء أن تصعيد ميليشيا الحوثي واستهدافها للمدنيين يأكس عدم جديتها في السلام والرضوخ للحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا المؤيدة دوليا مشيرا إلى أن استمرار التدخل الإيراني ودعمها للميليشيا الحوثية يعقد من فرص الحل السياسي ولفت الدكتور معين عبد الملك للملفات التي أنجزت الحكومة وبتوجيهات من فخمة رئيس الجمهورية على ضوء اتفاق رياض في الجوانب الخدمية والأمنية وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة وإجراء إصلاحات اقتصادية مشيرا إلى الدور الدولي المطروب لاستكمال تنفيذ كامل بنود اتفاق الرياض وكذا دعم خطط وبرامج الحكومة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي منذ قلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب بدوره جدد السفير الروسي وقوف بلاده إلى جانب اليمن وقيادتها الشرعية ومساعدته للخروج من الأزمة الراهنة عاملا أن يسلم الاتفاق الأولي للإفراج عن الأسرة في فتح فرص وآفاق السلام مشيرا إلى أن طول أمد الأزمة يصعب من التسوية ويعقدها ويؤثر سلبا على الوضع الإنساني وأكد دعم اتفاق الرياض وتجاوز البطء في تنفيذه بأولوياته دون انتقاب وهو خطوة في تحقيق السلام الشامل جدد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة للشعب اليمني واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية له عبر مركز الملك سلمان الإغاثة والعمال الإنسانية أكد المجلس في الجلسة المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من ممارسات ونشاطات استفزازية تشكل إعاقة وعرقلة لأعمال الإغاثة وستؤدي لتعليق الدعم الإنساني لليمن ناقش اجتماع عقدة بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير العدل رئيس مجلس معهد القضاء العالي علي هيثم الغريب التظلمات المقدمة من الطلاب المتقدمين لمعهد القضاء الذين لم يوفقوا في الدفع رقم 23 بما في ذلك تظلمات المقدمة عبر لجنة البرلمانية وقرى مجلس المعهد تقديم المتظلمين بالدفع 23 لابتحانات القبول في العام القادم شأن بقية المتقدمين كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع أبرزها نتائج طلاب الدفع رقم 22 للدراسات العليا وتم إقرار تخرجهم فيما سيعرض موضوعهم على مجلس القضاء في الاجتماع القادم ناقش وزير التربية والتعليم دكتور عبدالله لملس بالعاصمة المؤقتة عدن مع ممثل منظمة اليونسيف مراحل تنفيذ مشروع الشراكة العالمية مع اليونسيف وخلال اللقام أكد الوزير أهمية تسريع العمل في المشروع موضحا بأن الوزارة نفذت الإجراءات المتعلقة بها في المشروع بدءا من إصدار القرارات والبحث عن موقع مناسب من جانبها كده مسؤول التعليم في المكتب الرئيس لليونسيف أندريا بورتي أن اليونسيف تعمل مع المنظمات الأخرى لضمان حصول اليمن على الكثير من المناع مشيرا إلى أن المنظمة في تواصل مستمر مع البنك الدولي وتجري كثيرا من النقاش حول التعليم في اليمن لافتن إلى أنه وبفضل دعم الوزارة تم تنفيذ 75% من مشروع شراكة وأن المنظمة تعمل على المرحلة الأخيرة للمشروع بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش مع سفير جمهورية موريتانيا لدى بلادنا سيدي عالي سيدي سبلة عزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآخرها التطورات السياسية على الساحة اليمنية وهنأ وكيل وزارة الخارجية حكومة موريتانيا بمناسبة حصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان مؤكدا أن ذلك سيصب في خدمة وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى العربي والدولي مستعرضا في ذات الصدد جهود الحكومة اليمنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان مؤكدا التزام الحكومة اليمنية بكافة أجهزتها ومؤسساتها على تنفيذ تعهداتها والتزاماتها تجاه القانون الدولي والإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وسعرض بجاش الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية ضد أبناء الشعب اليمني من خلال استمرارها في تجنيد الأطفال وزعزعة وزراعة الألغام واعتقال الناشطين والصحفيين مشيرا إلى خرق الميليشيا للقوانين الدولية والإنسانية من خلال تعامدها لاستخدام المدنيين كدروع بشرية وإقامة مشاءات لتخزين الأسلحة في المناطق السكانية لافتا إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية وكذلك الدولية سجلت ووثقت عددا من الانتهاكات مشددا على ضرورة التحرك والضغط على هذه الميليشيا لوقف المآسي والجرائم ضد أبناء الشعب اليمني من جانبه أكد سفر المرتاني دعم بلاده للحكومة والشعب اليمني موضحا أن بلاده تدعم جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني استعرضها وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش مع سفير جمهورية ألمانيا لدى بلادنا كارولا مولر مستجدات الأوضاع السياسية والتطورات الخاصة بتنفيذ اتفاقية تبادل الأسرة وأكد وكيل وزارة الخارجية حلص الحكومة على السلام العادل والدائم والشامل وفقا للمرجعيات الأساسية الثلاثة المتفق عليها مشيرا إلى أن الحكومة في سبيل ذلك قدمت العديد من التنازلات التي كانت دائما تواجه بتعنت ورفض من الميليشيا الحوثية التي لا تؤمن إلا بلغة العنف واستخدام القوة وجدد بجاش التزام الحكومة وسعيها بكل الطرق الممكنة لإيجاد حل سياسي يضمن السلام العادل والمستدام في اليمن مطالبا ألمانيا والمجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا الحوثية للقبول بذلك وأشار الوكيل بجاش إلى التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن اليمني منوها إلى أن إيران تنتهك بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن خاصة فيما يتعلق بحظر تزويد السلاح إلى الميليشيا الحوثية وهو الأمر الذي أصبحت إيران تقوم به جهارا بتحدي صارخ للمجتمع الدولي وليس ببعيد عن ذلك الشحنة الأخيرة من أسلحة وصواريخ موجهة والتي حاولت إيران إرسالها إلى الميليشيا الحوثية وقامت البحرية الأمريكية بإيقافها في التاسع من فبراير الجاري من جانبها أكدت السفرة الألمانية دعم بلادها للحكومة والشعب اليمني مشيدة بالعلاقات التاريخية بين البلدين مجددة استمرار دعم بلادها فيما يتعلق بالتوصل إلى السلام لإنهاء معاناة اليمنيين تلقت تمرش الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال المعارك التي دارت في جبهات محافظة الجوف وقالت مصادر عسكرية إن معارك اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل العشرات من الميليشيا بينهم قيادات حوثية وكانت مقاتلات تحارف الدعم الشرعية ساندت قوات الجيش خلال العملية وشنت عدة غارات جوية على مواقع تجمعات الميليشيا في جبهة الغيل والمحزمات والجرشب وسادفت الغارات وتجمعات للميليشيا الحوثية ومخزن سلاح وعليات قتالية وكبدت الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد شنت قوات الجيش الوطني هجوما واسعا على مواقع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في منطقة مران بمدرية حيدان بمحافظة الصعدة قالت مصادر محلية إن قوات اللواء الثالث عاصفة شنت هجوما واسعا على مواقع الميليشيا على تخوم جبل العقيم المطل على جبال المصبطة والمروي بمدرية حيدان ولفتت المصادر إلى أن معارك عنيفة دارت بين الجانبين تخللها تبادل للقص المدفعي وأشارت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيات الحوثية وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم قتل جنديان من القوات المشتركة وعدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية إثرى محاولة تسلل قام بها الحوثيون في مدرية بيت الفقي بمحافظة الحديدة الساحلية ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر عسكري في القوات المشتركة لم يسمي القولة إن بقايا جيوب الميليشيات تابعة لإيران حاولت التسلل من بين مزارع الحسينية صوب منطقة الجاح للسراتيجية بعد تلقيها تعزات على مدى أسبوع ولكن دون جدوى وأضح المصدر أن المحاولة انتهت بالفشل وتكبدت فيها الميليشيات خسائر فادحة وأشار المصدر إلى أن تحركات الميليشيات كانت مرصودة لحظة بلحظة منذ وصول التعزات وبدء الانتشار بين مزارع النخيلة أصيب مواطن بطلق ناري إثر السهداء في ميليشيا الحوث الأنقلابية الأحياء السكنية في مدينة التحيتة جنوب محافظة الحديدة الساحلية وقال مظهر طبيعي أن المواطن ماهر قاسم سليمان أصيب إصابة بليغة في الرجل اليمنى أثناء تواجده بمنزله بعد اختراق الرصاصة جدران منزله واضحا أنه تم إسعاف المواطن المصاب إلى مستشفى التحيتة لتلقي العلاج اللازم المزيد من الأخبار المحلية مع زميلة سعيدة إليك سعيدة شكرا عوض الأخبار المحلية مع الفاصل أهلا بكم مجددا اطلع محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد سالمين خلال لقائه بمدير عامل اتصالات وتقنية المعلومات بعدا عبد الباصد الفقيه على الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمنتفعين من أبناء المحافظة وفي اللقاء قدم المدير العامل الاتصالات صورة موجزة عن جملة النشاطات التي تقوم بها المؤسسة والتي تضم خدمات الاتصالات العرضية وخدمة الإنترنت وتناول مدير الاتصالات الخطط والبرامج التي تعمل المؤسسة على تنفيذها في إطار تطوير الكادر وكذلك تحديث السليب الاتصالات وبرامجها وبما يقدم تحسين الخدمة للمواطن مجانب حث المحافظ قيادة المؤسسة للعمل على تدليل كافة الصعاب أمام المواطنين وبما يساهل حصولهم على خدمات الاتصالات بكل أشكالها الرقمية وتقنية والسركية ترأس محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد سالمين اجتماعا في مقار لجنة العليا للإغاثة ضم مستشار المحافظ عبد الحكيم الشعبي ومستشار وزارة الإدارة المحلية واسق لجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه ومدراء ممكاتب الوزارات جرى خلال الاجتماع مناقشة إعداد مصفوفة لإحتياجات الخاصة بمحافظة عدن ومطالبة المحافظ لمدراء المكاذب بسرعة إعداد مصفوفة للاحتياجات الخاصة بالمحافظة للبحث عن تمويل لها عبر اللجنة العليا للإغاثة وأشار إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها من مدراء مكاتب الوزارات ستكون مهمتها الأولى إعداد تلك المصفوفة ومتابعتها مع الجهات المانحة بتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة من جانبه أكد منسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه عن محافظة عدن تضم الكثير من المنظمات الدولية والتي تعمل على تنفيذ الكثير من المشريع في المحافظات المجاورة تفقد محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد سالمين أحوال النظافة بمدرية صيرة وذلك خلال تجواله اطلع المحافظ على مستوى النظافة بالمدرية واستمع إلى الملاحظات التي وضعها المواطنون في مجال النظافة والصرف الصحي والتي أكدت في مجملها على تحسين الخدمة مع مطالبتهم باستمرار العمل على هذا المنوال وقد أكد المحافظ سالمين من قطاع النظافة والمياه والصرف الصحي في تحسن مستمر ووجه سالمين مسؤول النظافة والصرف الصحي بمضاعفة الجهود لتحسين الخدمات في المدرية أكد محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مشاهل واروكن أحمد عبدالله تركي على ضرورة مواجهة الصيف القادم وأخذ المعالجات لازمة للحد من القطاع تيار الكهربائي في مدرية تيبن والحوطة جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بمدير فرعى المؤسسة بالمحافظة حافظ الشعبي مشددا على ضرورة الالتزام والمتابعة لصيانة المحطات التوليدية والبحث والمتابعة عن زيادة للتيار الكهربائي بمدرية تيبن مبدئ استعداد السلطة المحلية لتوفير كافة الاحتياجات الطارئة وصيانة المعدات في محطة بير ماصر وتنسيق مع قيادة وزارة الكهرباء وطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء لتعزيز طاقة التوليدية للمحطة كما ناقش الاجتماع توجيه اشعار للمزرعين وأصحاب الورش بفصل التيار الكهربائي خلال الفترة فترة الصيف لا تخفيف من سحب الطيار لتعزيز طيار الكهربائي للمواطنين وتخفيف من حدة انقطاعه دشن محافظ محافظة لاحج اللواء ركن أحمد التركي توزيع ثلاثين مضخة لصغار المزرعين في مديرية تبن بدعم من منظمة إدرا وخلال تدشين اشهد المحافظ بدعم منظمة إدرا والذي سهم في تنمية القطاع الزراعي المتضرر جراء حرب الميليشية الحوثية الإلقلابية مؤكدا أن هذا الدعم سيعمل على تحسين أوضاع صغار المزارعين وضع محافظ محافظة حضر موت اللواء ركن فرج سالمين البحثي حجر الأساس لمشروع صيانة شارع المدخل الغربي لمدينة المكلة الممتد من تقاطع مسجد بير الوالدين حتى جسر غرير بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونيبس وتنفيذ مؤسسة للصليب التجارة والمقاولات العامة أشهد محافظ حضر موت بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونيبس في صيانة الشوارع ومساعدة السلطات المحلية بالمحافظة في عملية البناء والتنمية وإصلاح الاقتلالات السابقة والمنشآت الحيوية التي لم تنفذ فيها أعمال الصيانة منذ سنوات داعيا إلى بذل مزيد من الجهود وتوسيع دائرة الاهتمام لتشمل مجالات أخرى حيوية نقش محافظ محافظة حضر موت لواء روكن فارش سالمين البحسني مع وكيل الوزارة الداخلية للقطاع الشرقي لواء سعيد علي العامري خطط تطوير الجانب الأمني بمحافظة حضر موت والمحافظات الشرقية جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمكتبة المحافظة البحسني بمدينة المكلة تطرق خلاله لبحث جملة القضايا المرتبطة بتطوير القطاع الأمني بحضر موت أشهد وكيل وزارة الداخلية بالجهود التي يبذلها المحافظ في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار بحضر موت ورفع من كفاءة الأجهزة الأمنية التقى محافظ محافظة حضر موت لواء روكن فارش سالمين البحسني مدير عام مديرية مودة الجديد نائف ناصر محمد المنهالي ومدير المديرية سابق صالح عبدالله المنهالي وأكد المحافظ خلال اللقاء اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بمديريات الشريط الصحروي لحضر موت داعيا المدير الجديد إلى البدء من حيث انتهى المدير السابق ومواصلة العمل التنموي في كافة القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطن ومعيشته اليومية ووجه المحافظ البحسني المدير العام الجديد بمتابعة البشاري الخدمية والتنموية للعام الحالي مع الجهات المعنية بالمحافظة وقع وكيل وحافظة شاب ودكتور عبدالقاوي لمروق مع ضابط العلاقات بمنظمة صناع النهضة آميل عثمان على مذكرة التفاهم بشأن مشروع دعم صبو للعيش لحوالي 800 مزارع بمديرية بيحان بتمويل من منظمة وي اتش اف الأممية أشهد الوكيل لمروق بأهمية المشروع للبزارعين المستادفين بمديرية بيحان مؤكدا حاجاتها مثل هذه التدخلات النوعية منوها بدورها في تشجيعهم الجديد على الزراعة وزيادة إنتاجهم معربا عند طلعه إلى توسيع أنشطة المنظمة لتشمل مناطق وأودي زراعية أخرى في شبوة مجانبه أوضح آميل عثمان أن المذكرة تقديم توزيع حوالات نقدية بسيطة وتوزيع مدخلات وأدوات زراعية طارئة وتنظيم جلسات توعية حول إنتاج المحاصيل والممارسات الزراعية المستدامة دشنا وكيل محافظة شبوة دكتور عبد القاوي لمروق في المركز الوطني لعلاج لوران بالمحافظة حاملة للتوعية بأمراض السرطان في المحافظة تشمل توزيع 150 ألف بارشور توعوي وخلال تدشين شدد الوكيل لمروق على أهمية التوسع في عملية التوعية بالسرطان واستخدام شبكات التواصل الإجتماعي وسعة الانتشار فيها مشيرا إلى التطور الملحوظ في خدمات المركز وأكد على أهمية التوجه نحو افتتاح أول غرفة للاستشارات الطبية عن بعد من بين المراكز العاملة في المحافظة بلغت المشاريع المنفذة بوادي وصحراء حضر موت 29 مشروعا تنمويا بكلفة 3 ملايين و300 ألف دولار من إجمال 91 مشروعا تنمويا تم اعتمادها بتكلفة 39 مليون و480 ألف دولار من حصة مبيعات النفط وأشارت لجنة مناقصات بالوادي والصحراء في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري إلى لجنة أن 11 مشروعا إضافيا سيتم إنجازها بصورة كاملة مع نهاية شهر مارس المقبل بتكلفة 1.716.000 دولار أشدد الكثير خلال الاجتماع على المتابعة الدورية ورقاب الميداني للجران الإشراف الفنية لسير تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات الفنية وضع وكيل محافظة حضر موت لشؤون الفنية المهندس محمد العمودي بوضع حجر الأساس لمشروع تزوين 13 مركزا صحيا بمنظومة طاقة الشمسية في مديرية المكلة بتمويل من البنك الدولي وعبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونيبس وأوضح المهندس أحمد الميسى لمدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونيبس بحضر موت أن المشروع يتضمن تقديم 336 لوحة شمسية بتكلفة إجمالية بلعت 600 ألف دولار اطلع وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيد على حطة جمعية كبار السن التي تضمنت جملة من اتجاهات عملها للفترة القادمة بتجاه إنشاء لجنة وطنية لرعاية كبار السن وتطرق اللقاء الذي ضم عددا من أعضاء الجمعية بحضر مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية في الوادي والصحراء الدكتور عبدالله باقهام إلى إنشاء نادي لكبار السن تحت مسمى نادي الإكرام وإعطاء الجمعية صبغتها القانونية لتمثل كبار السن في الوادي وأكد الوكيل السعيد على ضرورة توفير البيئة المناسبة للجمعية دشنا وكيل محافظة حاضر موتى المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس جام السعيد مشروع المساحات الآمنة للنساء والفتيات ضمن مشروع خدمات النوع الاجتماعي جي بي آف الذي تنفده جميع الإصلاح الاجتماعي الخيرية ويستهدف المشروع الذي يستمر على مدى عام كامل تمكين مئة امرأة في الأعمال المديرة للدخل إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والرعاية الاجتماعية لجميع القطاعات النسائية في كافة مدريات الوادي والصحراء وفي حفلة تدشينة كان لأكد الوكيل المساعد المهندس شام السعيد اهتمام السلطة المحلية ومعها منظمات المجتمع المدني بوادي حضر موت بالانشطة المكرسة بالنوع الاجتماعي التي تخدم كافة فئات وشرائح المجتمع المختلفة تسلمت السلطة المحلية بمحافظة مائر بخطابا رسميا من صندوق الأمم المتحدة للسكان لفتح مكتب له في المحافظة من أجل تعزيز الشراكة في العمل الإنساني مع السلطة المحلية والاستجابة السريعة للاحتياجات الفعلية للنازحين أنقش وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح مع فريق من الصندوق الذي برئاسة مسؤول الاستجابة الإنسانية أندريا بيراردي الاحتياجات الإنسانية في محافظة مائر بل النازحين والمجتمع المضيف تطرق اللقاء إلى مناقشة أفاق الشراكة الإنسانية بين السلطة المحلية وصندوق الأمم المتحدة من أجل الاستجابة الممكنة للاحتياجات الإنسانية القائمة والمتازايدة جراء تزايد عدد النزوح إلى المحافظة وموجات النزوح التي استقبلتها مؤخرا والتي تجاوزت أربعة ألاف وخمسمائة أسر من مخيم الخانق بمديرية نهمة بمحافظة صنعة الذي تعرض الاستهداف من قبل ميليش الحوثي إلى جانب المناطق القريبة من مناطق الاشتباكات في مديرية نهمة بصنعة وأكد دكتور مفتاح أن السلطة المحلية ستقدم كافة الدعم والتسهيلات للصندوق ولكافة المنظمات الإنسانية الراغبة في فتح مقارات لها بالمحافظة بدور استعرض الوفد الأممي برنامج عملهم خلال زيارتهم الحالية للمحافظة والذي يتضمن ترتيب فتح المكتب بالمحافظة وتقييم الاحتياجات الإنسانية وإمكانية التدخلات سواء فيما يتعلق بالاستجابة السريعة أو المساعدات الإنسانية والتي تشمل مجالات الصحة والحماية وتحسين سبل العيش للمرأة ناقش وكيل أول محافظ سقطر رائد الجريبي الألية التنظيمية للصياد الشروخ للموسم الحالي وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير عمل مصائد السمكية أحمد علي عثمان ورئيس فرع الاتحاد السمكي إلى الإجراءات التي تتوجم اتخاذها لاختيار الوسائل الآمنة والمسموح بها في الصياد الشروخ بما يضمن الحفاظ عليها وعدم الإضرار بالبيئة البحرية أكد الجريبي إلى ضرورة التزام جميع الجمعيات السمكية بلوائح تنظيم الاصطياد لمختلف أنواع الأسماك والأحياء البحرية وعدم تجاوزها للحفاظ عليها لاستفادة الأجيال القادمة منها خاصة وأن شريحة الصيادين تعتبر الشريحة الأكبر في المحافظة وتضم ما يقارب 80% من السكان أشار الجريبي إن القطاع السمكي يعتبر من القطاعات المهمة والواعدة التي توليها القيادة ممثلة بفخبة الرئيس الجمهوري مشيارك عبد الرب منصور هادي الاهتمام الأكبر لما تمثله من أهمية في رفض خزينة الدولة بالإيرادات المالية الكبيرة التي تساعدها في تنفيذ خططها التلموية ونهوضة بالوطن للأفضل دشنا وكيل أول محافظة تعزك دكتور عبد القاوي المخلافي أعمال العيادة المتنقلة الريفية والتي تستهدف أكثر من 500 أسر محتاجة للعلاج المجالي التفاصيل في تقرير الذي أعدته الزميل عائم خالد دشنا وكيل أول لمحافظة تعز الدكتور عبد القاوي المخلافي ومدير مدير الصبر المواد محمد الكدهي أعمال العيادة المتنقلة للمناطق الريف صبر المواد وعقاق وقبل حبشي والمعافر وتستهدف أكثر من 500 أسر إضافة إلى النازحين وبدعم منظمة هومان أبيل من أستراليا دشنا هذه العيادة المتنقلة في محافظة تعز المقدمة من الإخوة لهيئة الإغاثة الأسترالية وهذه عبارة عن تجربة رائدة إن شاء الله بدأت في هذه العيادة وسائل حقها إن شاء الله عيادات أخرى ومشاريع أخرى وسبق أيضا أن تشلوا العديد من المشاريع الشكر والتقدير لهيئة الإغاثة الأسترالية نشكر الحيئة هيئة الأعمال الخيرية الأسترالية على هذا الدعم للمواطنين لمعالجة الأوبئة كما نشكر الطاقة والطبي وننقل تحايا السلطة المحلية للجميع ونشكركم على اهتمام بالمواطنين والأمراض في هذه المرحلة الحرية القذير بالذكر فأن منظمة هومان أبيل قامت العديد من الأنشطة الإنسانية في محافظة تعز ومنها تنفيذ ماء الشربي بعشرة ومئة ألف ويت والاستخدام ألف وتسعمائة وثمانين ويت في محافظتي مارب وتعز وكذا نفذت إغاثة الشتاء واستهدفت فيه مخيمات النازحين في محافظة تعز ومارب والأيتام في أمانة العاصمة صنع والمتمثل بتنفيذ ألف ومئاتين كسوة مع ثلاثمائة طرد غذائي وأربعمائة بطانية الحملة تستهدف أكثر من خمسمائة مريض في الأوبئة المنتشرة من الحميات والكليرة وغيرها من الأوبئة في المخيمات والمناطق الريفية التي لا تحصل على الخدمة الصحية هذه المشاريع تأتي في ظل ما تعيشه اليمن وخاصة محافظة تعز في مقال الصحة في مقال المياه في مقال الغذاء بدعم كريم من أشقاءنا في أستراليا بدعم من هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا مقدم فاعلين خير وفاعلات خير جزاهم الله الخير على هذه اللفتة الكريمة والإنسانية عيادة متنقلة في منطقة عقاقة بالتحديد المنطقة التي تعاني الأمرين والأوبئة والأمراض وخصوصا في مرحلة الحرب التي تعانيها محافظة تعز نعايم خالد قناة عدن الفضائية تعز ونبقى في الحال متى تعز حيث نظم حفل حضره العديد حيث نظم حفل حضره العديد من قيادات وشباب ثورة فبراير ومدراء عموم المكاتب التنفيذية وقيادات السلطة المحلية شهد عروضا فنية وخطاب أشكلت لو حتى فبراير من الثورة إلى مقاومة الانقلاب والثورات المضادة مرورا بمخرجات الحوار الوطني وفي كلمة المنسقية العليا للثورة أكد القياد بالثورة الشبابية فؤاد الحميري على دور ثورة فبراير في حماية الجمهورية مشيرا إلى أن الثورة وشبابها أصبح سدا منعا في حماية الجمهورية ورأس حرب في الدفاع عن الوطن ومكتسبات الثورات الوطنية شهد الحفل فقرات فنية متنوعة ومشاركات شعرية إلى جانب كلمة الاتحاد طلاب اليمن جامعة تعز افتتح وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور صالح أشلا ودير عامل برنامج الوطني للسرطان الدكتور جمال عبد الحميد بعدا قسم سرطان الدم في مستشفى الصداقة بعد إعادة ترميمه وتأهيله من قبل فاعدي الخير والبرنامج الوطني لمكافحة السرطان ووشة العمل العلمية حول سرطان الدم وأشار الدكتور جمال عبد الحميد المدير العام لبرنامج الوطني لمكافحة السرطان بالجهورية إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار احتفالاتنا بشهر فبراير لفعاليات برنامج مكافحة السرطان وضمن البرنامج الخليجي لمكافحة السرطان أشمل دول مجلس التعاول الخليجي حيث ننظم عدد من الفعاليات في عموم المحافظات وبإشراف من مراكز الأورام وبعض الجمعيات ومؤسسات مرتبطة بمكافحة الأورام اطلع مدير عام مدية المنصورة بمحافظة عدد محمد عمر البوري على سير أعمال حملة النظافة الشاملة الجاري تنفيذها في المديرية جاء ذلك خلال الشماعي بقيادة قسم النظافة بالمديرية حيث استمع البوري من رئيس القسم أميل فريد السلامي إلى شرح مفصل عن أعمال الحملة والتي ينفذها صندوق النظافة وتحسين بالمحافظة والتي تستهدف رفع القمامة ومخلفات المتراكمة من كافة الشوارع وأحياء كافة مناطق مديرية المنصورة مشيرا إلى أن الحملة والتي خصص لها عدد من الآليات والمعدات يتم إزالة المخلفات مباشرة وأولا بأول إلى المكابر رئيسي للقمامة في بئر النعامة بمديرية البوريقة استفادة نحو مئتين مواطن من أبناء عدد من المخيم الطبي الجراح المجاني في مجال طب العيون لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات الذي بدأ عمله بإجراء الفقوصات الطبية للمستهدفين إلى التفاصيل برعاية محافظة العاصمة المؤقتة عدن أحمد سالم ربيع علي ووزارتي التخطيط والصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة بعدن وإدارة مستشفى الصداقة أقامت مؤسسة يماني الخيرية للتنمية البشرية المخيم الطبية الجراحية المجاني الحادي عشر لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات أتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أن يستفيد الجميع ونحن حليصين في مؤسسة يماني أن ينجح هذا المخيم بإذن الله سبحانه وتعالى رغم العدد الكبير لكن بإذن الله سبحانه من خلال هذا التنظيم الرائع بيستفيد الجميع من المحتاجين والفقراء والمساكين وطبعا هذا هو المخيم الطبي الجراحي المجاني الحادي عشر الذي تقيمه المؤسسة بالتنسيق مع الإخوة في مؤسسة البصر الخيرية العالمية تمنى من جميع الدعمين والمانحين أن يولوا أهمية لكل هذه المخيمات التي من شأنها مساعدة الفقراء والمساكين الذين لا يستطيعون على التكاليف البائضة المخيم الذي نفدته مؤسسة البصر الخيرية العالمية يستهدف شريحة الفقراء من المواطنين ممن لا يستطيعون تغطية تكاليف تلك العمليات التي تعد نتيجة لحسسيتها وخطورتها ودقة أداها ذات تكاليفة عالية نحن الآن في مخيم مجاني لعمل المياه البيضة سوى بالفاكو أو العمليات الجراحية والمخيم اليوم يبدأ في مستشفى الصداقة المعاينة وانتقاء المرضى المرشحين لعمل المياه البيضة وستكون العمليات في مستشفى مكة يومي الجمعة والخميس القادم إن شاء الله ونشكر الجهة الممولة للمخيم وإن شاء الله تستمر الدعم في مخيمات أخرى في المستقبل إن شاء الله نشكر المؤسسة اليمانية الخيرية على هدف على الخير ونحن مستفيدين من هذا الشيء ونقول لهم قزاكم الله خير أنكم عملتوا هذا الشيء وكل الأمور ميسرة وكانت اللجنة التنظيمية في المخيم قد قدمت الكثير من الخدمات للمواطنين الراغبين في إجراء العمليات الجراحية لأعينهم فيما يتوقع أن يتم إجراء العمليات للحالات التي تقرها اللجنة الطبية المكلفة بالمعاينة يومي الخميس والجمعة القادمين لبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية العاصمة المؤقتة عدن وزعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بالتعاون مع فره ليلال الأحمر اليمن عشرة آلاف سلة غذائية لنزحين في مخيمات نزحين بمحافظة مأرب وأوضح مدير مدينة مأرب محمد فرحان أن الأوضاع الإنسانية للنزحين بالمحافظة بحاجة إلى وقفة جادة من المنظمات الدولية لتخفيف من المعاناة والأوضاع الصحية من جانبه أوضح مدير الوحدة التنفيذية للنزحين بمحافظة مأرب سيف مثنى أن مأرب استقبلت موجة نزوح كبيرة خلال الأسابيع الماضية بلغت أربعة ألاف وخمسمائة أسر من مخيم الخانق بمحافظة صنعاء ومن المديرية الشمالية الغربية للمحافظة داعية للمنظمات الدولية والإقليمية إلى تقديم الإغاثة العاجلة والمأوى وجميع المتطلبات للنزحين قام مدير دشن مدير عن مدية الحوطة بمحافظة لاحج رئيس المجلس المحلي أنيس العجلي مدير عام تدريب التأهيل في جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالجمهور يندى حسن الصراحي دورة تأهيل كادر محو الأمية وتعليم الكبار الذي يرفض ضمن المعرفة القرائية والمهنية لتخفيف من الفقر الممول من المنك الإسلامي للتنمية حيث يلتقي يتلقى ثمانية عشر معلم ومعلم على مدى شهر في الدورة التي ينظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بعدا بتنسيق مع مكتب الجهاز محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة اللحج معارف مهارات في مجال استخدام الحسكوب في أعمال السكرتارية والأرشفة الإلكترونية وإدخال البيانات خلالة تشين عبر العجيل عن شكره للجهود التي يفذلها الصندوق الاجتماعي للتنمية والمتمثلة في الارتقاء بالعملية التعليمية بمديرية الحوطة بشكل خاص ولحج بشكل عام نظمت بنصة حفيدات بلقيس بتعاون مع مركز SOS لذنمية قدرات الشباب في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل خاصة بدور الإعلام في رفع الوعي المجتمعي وأهمية مشاركة النساء في مشاورات السلام وأشرت المديرة التنفيذية لحفيدات بلقيس دلال عادل إلى أهمية هذه الورشة التي تهدف إلى تعريف 24 إعلامي وأعلامية من مختلف الوسائل الإعلامية بأهمية القرار الأموي رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام ومعرفة الآليات المتبعة من قبل الوسائل الإعلامية في توعية المجتمع بالمفاهيم الأساسية للقرار الأممي وكيفية تنفيذه بشكل فعلي تتبصل عمال سيارة الطرق بالعاصمة المؤقتة عدل ومحافظات المجاورة لصندوق سيارة الطرق والجسور ففي طريق العلم زوجبار محافظة أبيان تنفذ المؤسسة العامة للطرق والجسور بدعم وتمويل من الصندوق حملات متواصلة لإزاحة الكثبان الرمية في الطريق الدولي فيما يتسلم مشروع طريق دكة الكباش ببيناء المعلى بعدن ضمن المشاريع التطويرية للصندوق تفاصيل أكثر مع مراسلنا من عدن والضاح الشميل حملة متواصلة واستثنائية لمواجهة زحف الرمال في الطريق الدولي خط العلم زوجبار محافظة أبيان جهود المضاعفة تنفذها الآليات والمعدات التابعة لمؤسسة الطرق والجسور بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق بالعاصمة الموقعة عدن رفع إزاحة الكثبان الرملية هو الهدف العام لهذه الحملة التي تستمر بشكل متواصل على مدار العام للحد من حوادث السير التي تسببها هذه الكثبان بعد أن زحفت إلى وسط الطريق الأخوة في المؤسسة العامة للطرق والجسور بدأوا الآن يعني يشتغلوا بطريقة أفضل وبحسب ما كنا نريدها من سابع إن شاء الله أنهم يواصلوا بنفس الوثيرة وبنفس الآليات اللي الآن ثلاث حرارات وثلاث شيولات ونخص بالشكر هنا إلى الأخوة القائمة على تمويل لصندوق صيانة الطرق مثلا بالأخ المنجلس سامي باهر موز تسارع حركة الرمال في موسم الرياح على هذا الخط الدولي الذي يربط العاصمة الموقعة عدن بمحافظات أبيا وشبوة وباقي المحافظات الشرقية كانت محطة لمضاعفة الجهود من قبل قيادة صندوق صيانة الطرق بالعاصمة الموقعة عدن وقيادة السلطة المحلية بمحافظة أبيان لمواجهة زحف الرمال في المواقع المستعدفة العمال مستمرة وهي عبارة عن حملات حملات الشبه الشهرية وخاصة بفدرات الرياح تبدأ المعدات متواقدة على مدار الشهر ولكن عندما تحدث رياح عالية وتبيرة تكتف المعدات بالتواصل مع القهات السلطة المحلية في محافظة أبيان وفي العاصمة الموقعة عدن تسلم صندوق صيانة الطرق مشروع إعادة تأهيل شارع الدكة والميناء بمديرية المعلاء والذي تم تنفيذه بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع اليونيبس بمبلغ مليون ومئتي ألف دولار وإشراف ومتابعة من وحدة المشاريع بصندوق صيانة الطرق طبعاً نحن الآن في دكة الكباش خط الميناء دخول القواطر إلى الميناء وخرجها منه تم هنا عمل خرسانية والحمد لله العمل ما شاء الله تمام ونزره إن شاء الله بذن الله على أساس أننا مدرحلنا بعض الملاحظات الموجودة وإحنا إن شاء الله في صداي صلاحها خلال 14 يوم إن شاء الله بذن الله وسوف تقريباً يتم تكليفنا بعمل إضافية في هذا المشروع المشروع الذي تم إنجازه يأتي في إطار المشاريع التنموية لسندوق صيانة الطرق الذي يسهدف البنية التحتية للطرقات في محافظة عدن والمحافظات المجاورة وشملت عدة مراحل ليأتي تسلم هذا المشروع الذي أنجز في المدة الزمانية المحددة ضمن المرحلة الأولى تم فيه تنفيذ وإنشاء خرسانات حديدية للطريق الممتد من شارع دكة الكباش وصولاً لبوابة الميناء حريصت فيه وحدة تنفيذ المشاريع بسندوق صيانة الطرق الالتزام بتطبيق المواصفات الدولية لخط الناقلات الكبيرة المحملة بالأوزان الثقيلة مع الالتزام بأعمال السفلة للشوارع الفرعية في شارع الدكة بمديرية المعلاء الذي تم أيضاً إنجاز تسعة وتسع في المئة ولم يتبقى إلا استكمال بعض النواقص سيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة لقناة عدن الفضائية وضح شليلي عدن وصلنا إلى ختاب الأخبار البحليانة عود للزميل عباد شكراً سعيداً مشاهدينا في نهاية هذه النشرة عودوا للتذكير بأبرز ما جاء فيها رئيس الوزراء رأسه اجتماعاً تشاورية للوقوف أمام التطورات والمسجدات على الساحة الوطنية مصر عدد من عناصر ميليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية خلال المعارك بالجوف قوات الجيش يتشن هجوماً واسعاً على مواقع الحوثيين في مران بصعدة ويصد هجوماً بمحافظة الضالع في الختام أشكر لكم طيبة المتابعة دمتم بخير في أمان الله اشتركوا في القناة